كم مرة جريت المطلع بتاعنا دي المقاولين ده جاري عشان توقع كان ايه كيلو ونص ولا حاجة كده كان كيلو ونص تعريباً اه وانت كان عندك يعني فزع وزعر ان تخلف معادك في التمرين ده حقيقي فيه والمقاولين فيه زي عربية كده او بص صغير كده كان بياخدنا بس مش دايماً تحت يعني هو بيطلع وينزل فانت لو لو وصلت في الوقت اللي هو فوق فيه فلازم تجري او لازم تطلع يعني كان فيه اوتوبسين ثلاثة سورة عشان اوتوبسين فاللي هو مش طول الوقت يبقى تحت فيه وقت لازم نطلع ده كل فانا لو رجعت لو سألتيني دلوقتي بحس ان انا محسيتش بالتعب وانا صغير اللي هو الصفر عشان خاطر انا بعمل حاجة انا عايز اوصل هنا فانا مش شايف اللي انا فيه دلوقتي انا شايف الهدف بتاعلي انا عايز اوصله فمش حاسس بالتعب في وقتها طفل بقوا محسوط بالسفر ورايح جاي وبلعب في الكاهرة كنت بالعب قبلها في المقاولين طانطا فكنا بالنسبالي انك تروح الكاهرة ده فيه ايام كده انا ما بفكر فيها ما بسحاش ايو اكيد طبعا اكيد اول مرة اخدت قوضة بقى هناك في المقاولين وبقيت مش لازم تسافر افتك اول مرة كنت رايح انا وابن عمي وبعدين نزلنا عند العرب اللي هو فوق وراء وراء المقاولين عند العرب ففضلت ماشي تقريبها معرفش ساعة ساعة شوية عشان ادخل النادي وبعدين ادخل جوا واطلع فوق قلت لا لا انا هامل ده كله كل يوم وبعدين قال لي لا 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 ما تنزلش هنا مرة جاي انزل في مكان تاني بس اول مرة انا قعدت فيها في استراحة المقاولين افتكر كنت عندي ستتاشر سنة كنت خلاص بدأت الفريق الاول انا لعبت 14 سنة في النادي سوري وانا عندي 14 سنة كسلت النادي لعبت سنتين وبعدين طلعت الفريق اول وانا عندي 16 سنة 16 ومصر فبدأت تعود في الاستراحة وانا اول ما اخدوني الفريق اول فا اول ليلة بقى انت معاك قوضة يعني مش لازم تطلع المطلع وتركب الحاجات ما هي الفكرة ان انا عشان انا مريت بحاجات كتيرة في الفترة دي كنت ساعات بباد في الكاهرة ساعات بمر بأيام كارثية لكن انا اول ما عدت في الاستراحة استراحة كمان كانت بالنسبة بتتسمى للعيبة المميزين المختربين المميزين مش اي واحد مخترب هو اللي يقعد فيها فانا الاحساس نفس ان انت لأ انت دلوقتي بقيت حد نجمع فمش قادر انسى اليوم ده بصراحة لانا كنت دائما بشوف اللعيبة اللي هو خلاص 80 ويطلعوا يقعدوا فوق وانا خلاص 80 ويطلعوا فاللي هو بقى يقولوا في يوم ملايام هجل كبوء يا حبيبي اول ما عدت فيها بصراحة كنت مفسوسة او يعني